شقين انه انتوا قراراتكم غير مرزمة للتنفيذ مثل ما تفضل استاذ رافد والقضية الاخرى اتحاد الكرة البارحة اصدر بيان يؤكد فيه لكم انه ادارة فلاح حسن هي الادارة الشرعية طالما قدمت طعن استثنائيا بقرار الحل وهي من وجهة نظر الجميع انها الادارة الشرعية لذلك يقول لك ماكو داعي لهذا البيان اللي اصدرتوه من قبل او كتاب وجهتوه من قبل اللجنة الامبية الى اتحاد الكرة العراقي يعني مرة ثانية بصراحة حي المشاهدين الكرام والاستاذ رافد ضيف العزيز وحضرتك يعني قد تغيب عن البعض اليوم اللجنة الامبية الوطنية العراقية هي اللجنة الامبية اليوم ليست كالامس يجوز بالسابق كان انه مثلب على الاولمبية ما لها وجود ولا حضور ولا ما وما لها تواجد في الساحة الرياضية باعتبار يعني اعتبارات كثيرة اليوم رئيس اللجنة الامبية الوطنية العراقية الدكتور عقيل مفتن شخصية شابة محترمة يمتلك من الشجاع الكثير وحريش جدا على تطبيق القانون ومن ضمنها قانون الاندية الرياضية المادة اربعة اولا من قانون الجنة الوطنية العراقية نصت انه تعدل الجنة الوطنية العراقية هي اعلى هيئة رياضية غير حكومية تدير الحركة الاولمبية في العراق الحركة الاولمبية تتضمن انه الاندية والاتحادات واللجنة الولمبية الوطنية العراقية اللي نص عليها المتاق الاولمبي فبالتالي اللجنة الولمبية الوطنية العراقية سلكت وطبقت القانون العراقي لنافذ قانون الاندية الرياضية ومن ضمنها حل الهيال إدارية لنادي الزوراء الرياضي جاء وفق قانون الأنديا الرياضية طيب الجنوبية الوطنية العراقية هي ما تدخل في سجالات ومع نادي معين ومن ضمنها نادي الزوراء وإنما هي طبقت القانون وقامت بحل الهيال إدارية لأن حسب المادة 14 أولا عدم تنفيذ أحكام هذا القانون ومن ضمنها أنه أجروا الأخوة انتخاباتهم بدون علم وإشراف اللجوة العربية الوطنية العراقية وهناك جهة مشتكية بهذا الموضوع وقسم منهم أعضاها عامة في نادي الزوراء وقسم آخر مبعدين كانوا من الهيال عامة بالتالي اللجوة العربية سلكت الطرق القانونية وشكلت لجنة تحقيقية بهذا الخصوص ذهبوا الأخوة في الهيال إدارية نادي الزوراء إلى مركز التسوية والتحكيم أستاذ مصطفى العفو أنت الآن ترجع لي إلى نقطة الصفر نحن لازم نصنع لمرحلة الآن أكو تصاعدي تصاعدي تصاعدية اللهجة ما بين اللجنة الأولمبية وما بين اتحاد الكرة الآن اللجنة الأولمبية هذا كتاب أصدرته وتقول الاتحاد لا تتعاملوا مع الهيئة الإدارية المرحلة لنادي الزوراء الاتحاد الاتحادي صدر بيان يقول لك أنا أتعاملوا يا فلاحزا لأنه هو الإدارة الحالية الآن أنتو اللجنة الأولمبية قانونا شنو الإجراءات اللي دا تبتقنوا اللجنة الأولمبية صدرت كتب كتاب عممتها لجميع الاتحادات ومن ضمنها اتحاد كرة القدم هذا ما خاطبت النبي اللي هي الموقتة لنادي الزوراء طلبت أنه نفاتح الاتحادات ونعلمهم أنه عدم التعامل مع الهيئة الإدارية المنحلة وأنما يتعاملون مع الهيئة الإدارية المشكلة ورغم هذا الاتحاد يتعامل أعتقد الاتحاد يعني هذا بيانه أعتقد مستعجل وسيتحمل ما صدر شيء منكم عقب البيان الاتحاد هل في النية صدر بيان أستاذ مصطفى؟ هذا تتبع لقيادة اللجنة الأولمبية ونحن ما ندخل بسجالات مع اتحاداتنا مع أنديتنا إن شاء الله الرياضة العراقية تسير في مركب واحد لكن الاتحاد العراقي لكرة القدم سيتحمل قانونا ما صدره